ويتواصل مدنا مباشر عبر صباح الشروك ثاني المساحات الحوارية ولكن قبل الفاصل ثراء السودان وتعدد بيئات السودان خلقت إنسان واعد بجمال السودان وجمال مناطق السودان اللي هي بالتأكيد يعني روعة مكان وجمال إنسان نرتحل الآن معكم إلى بربر مناظر وإنسان خلاق واعد وصاحب كرم فياط نتابع في التقرير ومن ثم نعود لنواصل مشوار الصباح مشاهدين بربر المدينة التاريخية القديمة التي تبعد مسافة 350 كم شمال العاصمة السودانية الخرطوم تحتل موقعا مميزا على الضفة الشرقية لنيلا الرئيس يعود تاريخ المنطقة إلى 3000 سنة حسب روايات المؤرخين فهي من أشهر مدن السودان القديم التي أرجع علماء الآثار أصل اسمها إلى ملكتها النوبية الأصل بربرا وآخرون قالوا إن الكلمة مشتقة من كلمة البر لأنها كانت طريق الاتصال البري بين السودان النيلي وسواكن القديمة كما سميت أيضا بمخرف النور لأنها كانت من أجمل بلاد السودان من حيث الطقس تعددت أنظمة الحكم ببربر القديمة وتعاقب الملوك والأمراء على حكم المنطقة فكان أشهرهما الملك نصر الدين زعيم الميرفاب الذي امتدت فترة حكمه ما بين 1790 و833 ألف وزارها في ذلك الزمن الرحالة الأوروبي هوسكن الذي كتب مذكرات تاريخية عديدة حول تاريخ هذا المكان الموقع الجغرافي المميز جعل المدينة منطقة تداخل بين الثقافات كما أن المنطقة كانت تزخر بالفن والأدب المعاصر لتلك الحقب والقرون فصارت مرجعا لأهل السودان فتداخل العديد من القوميات والشعوب وانصهارها في هذا المكان أفرز إنسان بربر الحالي احترف إنسان بربر القديمة سياقة الذهب ونشروها بالسودان وإفريقيا ودول المغرب العربي أشهرهم الخفاب الذين ينحدرون من جدهم الكبير عبدالله أبو خف الذي شارك في معارض دولية بفرنسا باسم السودان شكلت المدينة نقطة تجارية نشطة وطريقا للقوافل التي كانت تسير في شكل الدبابيك التي تنقل البضائع بين ميناء سواكن ومربط المراكب الشراعية على النيل الرئيسي وتطورت التجارة فيها واشتهرت بتسويق المنتجات الزراعية بالسودان من المناطق الأثرية القديمة ببربر المسجد الأثري القديم الذي روي أن تاريخ تأسيسه يعود إلى الشيخ محمد المصر القناوي في منتصف القرن الثاني الهجري وهو يعد ثاني مسجد بالمنطقة بعد مسجد الغبش العتيقة كما تضم آثار المنطقة المسبقة القديمة والطواب التي تعود إلى الحكم التركي القديم في ذلك الزمان مدينة الحجاج التي لا تزال أطلالها باقية بالمنطقة تشكلت نقطة تلاق سنوي لوفود الحجاج وفي هذه المروج الخضراء كان يمتد سوق القصيرية أول سوق مغطاة بالكامل بالسودان والثاني في العالم وتشكلت بجواره قصور العديد من الملوك والأمراء الذين حكموا المنطقة في ذلك الزمان ترجمة نانسي قنقر